ونحن نحتفي بالذكرى الأولى لتنصيب المحكمة الدستورية أجد أن المناسبة مواتية لأن أستعرض أمامكم مجمل حصيلة عملها فلقد أصدرت المحكمة منذ تنصيبها 34 قراراً في مجال الدفع بعدم الدستورية وست قرارات بمناسبة المراقبة القبلية لأربعة قوانين عضوية وأمراً واحداً وقانوناً واحداً وقد جاء أول قرارتها في مجال الدفع بعدم الدستورية تاريخياً صرحت بموجبه المحكمة الدستورية بدستورية المادة 24 من القانون المتظم تنظيم مهنة المحامات والتي تكفل للمحامي الحماية القانونية أثناء ممارسة حق الدفاع بشكلٍ يجعله في منأً عن كل أشكال الضغط وذلك حمايةً لمتطلبات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع المكفولين دستورياً كما أعلنت المحكمة الدستورية النتائج النهائية بعد دراسة جل الطعون الواردة إليها بمناسبة التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذلك انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة وأصدرت كذلك ستين قراراً بخصوص الطعون الواردة ضد قرارات لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية لدى السلطة الوطنية للانتخابات وقراراً واحداً يتعلق بإعلان حالة شغور واستخلاف نائبٍ في المجلس الشعبي الوطني اشتركوا في القناة